أرقام غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بكورونا في بعض دول العالم، أعداد الحالات المصابة، وبحسب منظمة الصحة العالمية، زادت 11% في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ووفقاً للتقارير صادرة عنها، فإن هناك ما يقرب من خمسة ملايين حالة سجلت حديثاً في جميع أنحاء العالم بالفترة ما بين العشرين إلى السادس والعشرين من الشهر الحالي، واستحوذت أوروبا على أكثر من نصف العدد الإجمالي بتسجيل أكثر من مليونين وثمانمائة ألف إصابة. وطلب مدير عامل منظمة الدول أن تحرص على تلقيح مواطنيها في ظل انتشار أوميكرون الواسع. متحور أوميكرون ينتشر بسرعة شديدة جداً، إضافة لتطعيمات هناك إجراءات يجب أن تتبع لوقف موجة التفشي، يجب العمل على حماية الطواقم الطبية والنظم الطبية، يجب إبقاء المجتمعات مفتوحة وأن يبقى التلاميذ في المدارس، أرحب بالمبادرات الرامية للوصول إلى التجمعات المعرضة للإصابة والتي لم تصلها تطعيمات بعد، لأن الجرعات الأولية مهمة جداً للأشخاص للحصول على مناعة. وسجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة خامسة وشديدة من الوباء على حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء، بلغت أكثر من 260 ألف إصابة جديدة. كما هو الحال في فرنسا، التي تجاوز عدد الإصابات فيها أكثر من 200 ألف إصابة جديدة للمرة الأولى في 24 ساعة. وارتفعت الإصابات الجديدة في أفريقيا بنسبة 7%. ووسط هذه الأرقام المرتفعة حذرت المنظمة من أن الخطر المتعلق بالمتحور أوميكرون لا يزال مرتفعاً للغاية.